يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم مبارك عيد الغدير مبارك يوم الأمير مبارك يا بقية الله عبيدك نحن عبيدك نحن عبيدك نحن عبيد الغديرين غدير جدك أمير المؤمنين وغديرك أنت 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 يا قائم آل محمد صلوات تترى عليك وسلام على جندك المخلصين في الغيبة والظهور وتحيات عطرات في هذا اليوم العزيز للمشاهدين الكرام هذه رسالتي أنا عبد الحليم الغزي هذه رسالتي للزهرائيين عقيدة اليمانيين منهجاً المنتظرين بوعي وفهم عنوانها الغدير الزهرائي والغدير الطوسي أتمنى 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 وأتمنى وأتمنى أن تستمعوا بعقولكم قبل قلوبكم وأن تنصتوا بقلوبكم قبل آذانكم فغديرنا الزهرائي شيء 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 فغديرنا الزهرائي شيء 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 وغديرهم الطوسي شيء آخر مختلفان جدا 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 نذهبوا إلى فاصل فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي اني ما خلقت سماو مبنية ولا أرضا مدخية ولا قمرا مليرا ولا شمسا مذيئا ولا فلكا یا دور ولا بحر یا جريب ولا خلق یسری إلا في محبتها أولا الخمسا الَّذِينَوهُمْ تَعْتَلْكِسَا وَلَيْهُمْ تَعِيَتَ وَلِكْرَامِ أَسَاسٌ وَمَوَاتِيْهُمْ فَذَلِكَ لِلْتَوْمْ لَنْ بِيَرْبِهِمْ بِيَرْكَ أساس ومواثيق وخاتمة تصديق أما الأساس النقطة التي تنطلق منها عقيدتنا في غدير علي صلوات الله وسلامه عليه علي 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 نفس رسول الله هذا الكلام كلام حقيقة ليس مجازا علي علي نفس محمد صلى الله عليهما وآلهما نفسه حقيقة لا مجازا وذاتا لا عرضا هذا المعنى يتجلى ظاهرا وباطنا في الأفق المادي وفي الأفق المعنوي فمحمد هو علي هو علي وعلي هو محمد إلا أن إلا أن محمدا محمد وعليا علي من هنا تبدأ عقيدتنا بغدير أمير المؤمنين هذا هو الأساس فمحمد فمحمد هو علي وعلي هو محمد إلا أن محمدا محمد وعليا علي صلى الله عليهما وآلهما هذا الكلام كلام حقيقة وليس مجازا وهذه المقامات مقامات ذاتية لمحمد وعلي وليس الكلام كلاما عرضية يتجلى هذا في ظاهرهم وباطنهم الذي نعلن دائما مثل ما علمونا في زياراتهم الشريفة من أننا نؤمن بظاهرهم وباطنهم وكل هذا يتجلى في عالم المادة المحسوسة وفي عالم البعنى وفي عالم النور وما بعد عالم النور ما بعد عالم النور تلك عوالمهم المختصة بهم لا يشاركهم في ذلك مخلوق مثل ما جاء في الأدعية التي تتحدث عن اسم الله الأعظم حقيقتهم صلوات الله عليهم الذي خلقته فاستقر في ظلك ذلك العالم الذي ليس له من وصف ولا توجد عبارات ولا ألفاظ لن تستطيع الأوهام أن تقترب من هناك حتى لو غاصت في عالم وهمها إلى أبعد ما يمكن أن تكون الأوهام هناك 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 هم وحدهم صلوات الله عليهم الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك هذا بعد عوالم الغيب وبعد عوالم الأنوار وما بعد عوالم الأنوار وما بعد البعض هناك تستقر الحقيقة المحمدية الذي خلقته فاستقر في ظلك ولا خروج من ذلك الظل فلا يخرج منك إلى غيرك إننا نقرأ بحسبنا هذا بحسبنا في عالم الترابي في عالمنا الترابي إنني لا أتحدث هنا عن عوالمهم كل الحديث عن عوالمنا عن عوالمنا الترابية إننا نقرأ في هذا المصحف الذي جعل لنا قرآن عربية مثل مثل ما جاء في سورة الزخرف إننا جعلناه قرآن عربية لماذا لعلكم تعقلون أما هو هو حقيقة أخرى وإنه وإنه في أم الكتاب حقيقة أخرى بحدود عوالمنا الترابية بحدود قصورنا وتقصيرنا بحدود مداركنا الضيقة الضيقة التي لا تتسع آفاقها ومهما تصورنا أن آفاقها تتسع وتتسع إلى المال نهايات إنها خيالات خيالات وأوهام ولذا فإن أكثر الناس أتحدث عن أكثر الناس عن الذين يقولون إننا على توحيد العترة الطاهرة أما غيرهم فإن الكلام سيكون معهم بنحو آخر فإن أكثرهم يعبدون الله بالتوهم ومن عبد الله بالتوهم فقد كفر الذي يعبد الله بالتوهم فإنه ينشئ عقائده على التوهم أيضا ولذا فإن الغديرة الطوسية غدير نشأ على التوهم والأوهام لا حقيقة له حقيقة الغدير ما سأبينه لكم في هذه الحلقة وحلقة يوم غد إن شاء الله تعالى نحن نقرأ في الآية الحادية والستين بعد البسملة من سورة آل عمران إنها آية المباهلة التي أعرفها وتعرفونها صريحة صريحة باللسان الحقيقة وليس باللسان المجاز والكناية إنها صريحة فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم وأنفسنا فهذا هو علي هذا هو علي هذا هو نفس محمد صلى الله عليهما وآلهما هذا هو علي ونقرأ في حديث المعرفة بالنورانية إنني أقرأ عليكم من الجزء السادس والعشرين من بحار الأنوار للمجلس المتوفى سنة 1111 للهجرة وهذه طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان في الصفحة السادسة هكذا يقول أمير المؤمنين لسلمان وأبي ذار وهو يتحدث عن محمد وآل محمد فيقول يقول سيد الأوصية لأن لأن كلنا واحد إنه يتحدث عن محمد الأعظم وعن نفسه وعن الصديقة الكبرى وعن أولادها من المجتبى إلى القائم لأن كلنا واحد أولنا محمد وآخرنا محمد وأوسطنا محمد وكلنا 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 محمد فلا تفرق بيننا ونحن إذا شئنا شاء الله وإذا كرهنا كره الله الويل الويل كل الويل لمن أنكر فضلنا وخصوصيتنا وما أعطانا الله ربنا لأن من أنكر شيئا مما أعطانا الله فقد أنكر قدرة الله عز وجل ومشيته فينا لأن كلنا واحد كلنا كله أولنا محمد وآخرنا محمد وأوسطنا محمد وكلنا محمد فلا تفرق بيننا يا سلمان يا سلمان ويا جندب أمير المؤمنين يتحدث مع سلمان وأبي ذر يا سلمان يا سلمان ويا جندب أنا محمد أنا محمد ولا أنت كذلك يا أمير المؤمنين أنا محمد أنا محمد ومحمد أنا وأنا وأنا من محمد ومحمد مني هذه المضامين صيغة لنا بصيغة المدارات وهذا الخطاب خطاب ترابي فإن الحقيقة لا أقول النورية فإن حقيقتهم تتجاوز عالم الأنوار لهم مظاهر في عالم الأنوار لكنهم يتجاوزون عالم الأنوار عالم الأنوار بالنسبة لنا عالم مطلق لكن بالنسبة لهم عالم محدود ضيق فعرفوا فعرفوا عمن نتحدث فعرفوا فعرفوا عمن نتحدث أنا محمد ولأنت كذلك يا سيد الأوصياء أنا محمد ومحمد أنا وأنا من محمد ومحمد مني من هنا من هنا من هنا من هنا من هنا من هذه النقطة تبدأ عقيدتنا بغدير علي من هذه النقطة وإذا أردت أن أقرب الفكرة بصور من عالمنا الترابي علي علي زمان رسول الله صلى الله عليه وآله إمام إمام الأئمة من بعد رسول الله وعلي مأموم مأموم بإمامة رسول الله زمان رسول الله علي إمام الأئمة من بعد رسول الله فهو إمام للصديقة الكبرى وهو إمام للحسن المجتبة وهو إمام للحسين الشهيد هؤلاء أئمة الكساء اليماني هو إمامهم علي زمان رسول الله إمام الأئمة من بعد رسول الله وهو وزيره وزير رسول الله وهو شريكه الطوسيون لا يعتقدون بأن علي شريك محمد في رسالته وفي دينه وفي وحيه وفي كل شيء يرتبط بعلاقة محمد صلى الله عليه وآله بالله سبحانه وتعالى فإن علي شريكه لست أنا الذي أقول محمد صلى الله عليه وآله هو الذي قال لنا ذلك ومن قبل ذلك فإن الله قال لنا ذلك في كتابه الكريم علي علي مني علي مني بمنزلة هارون من موسى هذه الكلمة يعرفها الجميع يعرفها الجميع أكانوا يقولون نحن سنة أم كانوا يقولون نحن شيعة هذه الكلمة موجودة في كتب السنة وفي كتب الشيعة كلمة معروفة لرسول الله صلى الله عليه وآله علي مني بمنزلة هارون من موسى القرآن يحدث هنا عن منزلة هارون من موسى هل هناك من مصدر يشرح لنا هذه المنزلة يكون أفضل من القرآن القرآن هو الذي يشرح لنا هذه المنزلة في سورة طاها في الآية الرابعة والعشرين بعد البسملة وما بعدها اذهب إلى فرعون إنه طغى إنها بعثة موسى النبي اذهب اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري أشركه في أمري وأشركه في أمري لماذا حتى في العبادة كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أتيت سؤلك يا موسى فإن هارون شريكك في الرسالة فإن هارون شريكك في التوراة فإن هارون شريكك في الوحي فإن هارون شريكك في أمر الله قال قد أتيت سؤلك يا موسى تدبروا طويلا تدبروا طويلا في هذه الآيات وتذكروا حديث المنزلة المسلمون جميعا يعرفونه لكن المسلمين أغبياء من السنة والشيعة على حد سواء الواقع هو الذي يشهد بهذا والتأريخ كله والتأريخ كله اذهب إلى فرعون إنه طهى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشتد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أتيت سؤلك يا موسى ماذا نقرأ في الخطبة القاصعة من الخطبة من الخطب الشهيرة من خطب أمير المؤمنين هذا هو نهج البلاغة وطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان إنها الخطبة الثانية والتسعون بعد المئة بحسب الطبعة التي أشرت إليها الخطبة القاصعة من الخطب الشهيرة والطويلة المفصلة من خطب سيد الأوصياء صفحة مئتين وتسعطع عش رسول الله يقول لأمير المؤمنين إنك تسمع ما أسمع إنك تسمع ما أسمع الكلام هنا ليس عن كلام الناس وإنما إنك تسمع ما أسمع تسمع كل شيء أنا أسمعه إن كان الصوت يأتي من السماء أو كان الصوت يأتي من الأرض إن كان الصوت يأتي من الخالق أو كان الصوت يأتي من المخلوق لماذا؟ لأنه نفسه ولأنه شريكه هو نفسه في عالم الحقيقة وهو شريكه في عالم التراب لأن عالم التراب قوانينه سننه لا يمكن أن تتصور هذه المضامين إلا بصورة الشراكة إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى إلا أنك لست بنبي ولكنك لوزير هذا هو شأن العالم الترابي هذا هو شأن هكذا تجري الأمور وهكذا تترتب العلائق وفقا لقانون الإضافات شيء يضاف إلى شيء فيضاف الإبن إلى أبيه وتضاف الزوجة إلى زوجها ويضاف الأب إلى ابنه ويضاف الزوج إلى زوجته هذا هو عالم التراب عالم العلائق والارتباطات والإضافات فأين سيكون علي الذي هو في عالم الحقيقة نفس محمد في عالم التراب مع وجود محمد أين سيكون سيكون شريكه سيكون وزيره سيكون إمام الأئمة من بعده هكذا تقتضي الحكمة وهكذا هو النظام لكن الآثار واحدة إنك تسمع ما أسمع هذا كلام رسول الله لعلي وهو في العاشرة من عمره هو الذي يقول ولقد سمعت رنة الشيطان حين نزل الوحي عليه صلى الله عليه وآله في أول ثانية من بعثته صلى الله عليه وآله كان كان علي في العاشرة ونبينا في الأربعين هو الذي يقول له إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى إلا أنك لست بنبي ولكنك لوزير وعمليا نفذ هذا رسول الله حينما جمع الهاشميين وأقام لهم وليمة الواقعة بتفاصيلها موجودة في مصادرها ذكرت في كتب السنة وفي كتب الشيعة وكيف أنه نصب علي وزيرا وزيرا وخليفة ووصيا من بعده كان هذا في السنة الثالثة من البعثة وربما كان الأمر قبل ذلك ولكن على المشهور في كتب التأريخ كان ذلك في السنة الثالثة من البعثة كما قلت لكم إنني أحدثكم حديث التراب إنه حديث العالم الترابي بحسبنا بحسبنا ماذا نقرأ في الكتاب الكريم في سورة النساء إنها الآية الرابعة والستون بعد البسملة وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله الكلام واضح ولو أنهم الظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول هذا الخطاب ليس لرسول الله إذا أردنا أن نتحدث بمستوى عالم الحقيقة فهذا الخطاب لرسول الله أولا ولعلي ثانيا لكنني أتحدث هنا في أفق العبارة في أفق الحقيقة لا يوجد خطاب بهذه المضامين إلا وكان خطابا مشتركا ما بين رسول الله وما بين شريكه في أمره بنص القرآن وأشركه في أمري ولكن بحسب العبارة وبحسب ما جاءنا في أحاديثهم التفسيرية هم الذين كشفوا لنا الحقائق الآية تخاطب عليا ولا ينسجم معناها من الجهة الأدبية إلا وفقا لهذا التفسير وإلا ستكون الآية مختلة في بلاغتها وفصاحتها وأدبها وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله أذى هذا القانون العام وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ الرَّسُولِ لو كان الخطاب لرسول الله لقالت الآية واستغفرت لهم يا رسول الله الآية واضحة هناك الله الذي يقول وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ يَا عَلِي فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ استغفروا الله في فنائك في ولايتك في طاعتك في عبوديتك وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولِ إذن هناك الله وهناك الرسول وهناك شخص ثالث يخاطب في الآية وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولِ هناك الله وهناك الرسول وهناك شخص مخاطب هو هو شريكه في الأمر وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا وأشركه في أمري الآية واضحة واضحة لا تحتاج إلى كثير من الكلام وأحاديثهم التفسيرية عندنا في الكاف الشريف وغيره في بيان مضمون هذه الآية ولو أنهم الظلموا أنفسهم جاءوك يا علي فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما لا يمكن أن يقبل استغفارهم ما لم يعود إلى رسول الله وإلى شريكه والبداية من شريكه فعلي هو الباب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله محمد الأعظم هو الذي يقول أنا أنا مدينة العلم وعلي بابها أنا مدينة الحكمة وعلي بابها فمن أراد الحكمة ومن أراد العلم ومن أراد المدينة هذه فليأتها من بابها وبابها علي ولو أنهم الظلموا أنفسهم جاءوك قصد الباب هذا هو باب مدينة العلم وباب مدينة الحكمة وباب مدينة الإيمان وهذا مظهر من مظاهر علي وإلا فإن الحكمة بكلها تدور مع علي حيث ما دار مثلما القرآن يدور مع علي حيث ما دار مثلما الحق يدور مع علي حيث ما دار ولو أنهم الظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما حينما نقرأ في الزيارة الغديرية المروية عن إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه يتجلى لنا معنى أن علي شريك محمد صلى الله عليه وآله إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان للمحدث القمي إنها الزيارة الغديرية المروية عن إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه نخاطب أمير المؤمنين ونحن نزوره هذه زيارة يزار بها سيد الأوصية يوم الغدير وإنه وإن رسول الله الضمير يعود على ما ذكر سابقا في السياق المتقدم في الزيارة الشريفة وإنه القائل لك يا أمير المؤمنين والذي والذي بعثني بالحق ما آمن بي من كفر بك لأنه شريكه في عالم التراب ونفسه نفسه في عالم الحقيقة نحن حينما نتحدث عن علي إننا نتحدث عن محمد صلى الله عليهما وآلهما والذي بعثني بالحق ما آمن بي من كفر بك ولا أقر بالله من جحدك وقد ضل من صد عنك ولم يهتدي إلى الله ولا إلي من لا يهتدي بك وهو قول ربي عز وجل وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتد ثم اهتد إلى ولايتك هذه المضامين تصرح تصرح بمضمون أن علي شريك في رسالة محمد صلى الله عليه وآله وإنما يكون هذا المعنى لأننا في عالم التراب في عالم العلائق والارتباطات والإضافات الترابية وإلا فهو هو فمحمد هو علي وعلي هو محمد إلا أن محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما هذا هو الأساس والأمر هو هو بعد رحيل رسول الله صلى الله عليه وآله عن هذا العالم الترابي وقبل أن يرحل بفترة وجيزة فقد كان الغدير وكان الغدير أمرا رمزيا ورسميا لحقيقة ثابتة ثابتة منذ البداية وصرح بها رسول الله صلى الله عليه وآله للهاشميين حين أولم لهم الوليمة المعروفة ولطالما كررها وأعادها وثبتها في أذهان المخلصين من صحابته صلى الله عليه وآله ما كان في الغدير كان موجودا منذ أول ثانية من ثواني بحثة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله لكنه كان يكشفه بين الفينة والأخرى بصيغة وأخرى تناسب الزمان والمكان حتى جاء الموعد الذي يكون رمزا ويكون نقطة مركزة لترسيخ مقامات علي في هذا العالم الترابي فهو إمام الأئمة من بعد رسول الله وهو الوزير الأعظم لمحمد الأعظم وهو سيد الأوصياء وهو شريكه في أمر دينه ورسالته وهو أصل الأصول وهو أصل الأصول فبيعة الغدير جاءت لترسخ هذا المعنى من أن علي هو أصل الأصول وسيأتينا الكلام تباعا كما قلت لكم الغدير الزهرائي أساس ومواثيق وخاتمة تصديق أما الأساس فقد بيّنته لكم بنحو إجمالي فيما سبق من حديثي في هذه الحلقة المواثيق 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 هذه التي لا يعبأ بها الطوسيون وأساسا يجلونها يجلونها شيء أقوله أقوله لو أن أحدا من الناس ذهب ابنه كي يستأجر مكانا في فندق كانوا في سفر ووقع على عقد الإيجار من دون أن يطلع على التفاصيل فعلى سبيل المثال بعض الفنادق يأخذون مالا حتى على تشغيل جهاز التلفزيون ويأخذون مالا على كل خدمة تقدم من قبل إدارة الفندق وأكثر الناس لا يرغبون في مثل هذه الفنادق هذه الفنادق لها زبائنها لو أن أحدا كان يريد أن يستقر في فندق وذهب ولده واستأجر في هذا المكان من دون أن يعرف الشروط ألا يصفه أبوه بأنه حمار بأنه غبي لأنه وقع على عقد وهو عقد بسيط إنه إيجار في فندق لعدة ليال لعدة أيام سيصفه بأنه حمار وبأنه غبي لماذا لأنه لم يكن قد اطلع على شروط العقد وتفاصيل العقد ووقع عليه أنتم أنتم أيها الطوسيون وأتحدث مع الشيعة عموما مع كل الذين يقولون إننا شيعة بايعتم وأنتم لا تعرفون مواثيق بيعة الغدير وهذه بيعة هي بيعة الخلود ما هو بعقد عمل مؤقت ولا هو بعقد لشراء سيارة أو شراء بيت هذا عقد الخلود هذا عقد الحياة الأبدية أنتم تصفقون وتفرحون في هذا اليوم ولكنكم لا تعرفون مواثيق البيعة التي وقعتم عليها ما هذا الغباء وما هذا الاستحمار لا أستغرب هذا الأمر فإنكم تقلدون الحميرة الكبارة في النجف وكربلاء هم لا يفقهون مواثيق بيعة الغدير ولا يعبؤون بها أعود إلى مواثيق بيعة الغدير إنها سبعة مواثيق أجملها لكم لا أفصل فيها كثيرا لأجل أن تحفظوها لأجل أن تعرفوها المثاق الأول علي أصل الأصول والدين له أصل واحد يقال له علي الذين قالوا بأن أصول الدين خمسة هؤلاء نقضوا بيعة الغدير نقضوا هذا الميثاق وهذا ميثاق يؤسس له القرآن وهو أساس بيعة الغدير الآية السابعة والستون بعد البسملة من سورة المائدة تؤسس لهذا الميثاق يا أيها الرسول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي في غدير علي وهذا المعنى موجود في كتبنا وفي كتب أعداء علي في كتب السنة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالة التوحيد النبوة القرآن الرسالة بكل تفاصيلها تساوي صفرا من دون بيعة الغدير لماذا لماذا لأن علي أصل الأصول الله يريد هذا لا يعجبكم اعترض على الله مثل ما اعترض إبليس على الله ورفض السجود لآدم الملائكة سجد إبليس رفض لا يعجبكم هذا اعترض على الله اعترض على الله وقد اعترض على الله وجئتمون يا أيها الطوسيون الأنذال بعقيدة أصول الدين الخمسة ألا لعنة الله عليكم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والذي يرفض أن علي أصل الأصول الآية تصفه بأنه كافر والكافر نجس والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين الذين يرفضون أن علي أصل الأصول لأن الله هو الذي يقول هذا إنه موقف إبليس إبليس كان يؤمن بالله ولا زال يؤمن بالله إبليس موحد بحسب عقيدته هو وإلا فإن التوحيد في طاعة الله الله سبحانه وتعالى قال له يا إبليس إني أريد أن أعبد وأن أطاع من حيث أريد لا من حيث أنت تريد ومن هنا طرده الطوسيون فعلوا نفس الأمر الله يقول لهم إن علي أصل الأصول قالوا لا إن أصول الدين خمسة ثلاثة هي أصول الإسلام جاءوا بها من الأشاعرة التوحيد النبوة المعاد وأصلاني الإمامة والعدل إنهما من أصول المذهب فجعلوا الإمامة من فروع الدين لأن الذي ينكرها لا يخرج من الإسلام أما الذي ينكر المعات فإنه يخرج من الإسلام أي أي إسلام هذا وفي أي سورة من سور القرآن ذكر هذا الإسلام هذا إسلام الأشاعرة هذا إسلام النواصب علي في آية الغدير هو أصل الأصول ولهذا فإن النبي الأعظم قال له إنني أقرأ عليكم من بصائر الدرجات لمحمد بن الحسن الصفار من أصحاب إمامنا الحسن العسكري هذا الكتاب من كتبنا الأصلية القديمة مؤلفه من أصحاب إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النعمان بيروت لبنان في الصفحة السادسة والأربعين إنه الباب الثالث عشر الحديث الثامن بسنده بسند الصفار رضوان الله تعالى عليه عن أبي حمزة الثمالي عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه رسول الله يقول لأمير المؤمنين يا علي يا علي يا علي أنت أصل الدين أنت أصل هذا هو منطق رسول الله وهو هو منطق الله في الآية السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة وإن لم تفعل وإن لم تفعل فما بلغت رسالته فإن التوحيد والنبوة والقرآن والمعادة والمعادة وأسرار الرسالة بكل تفاصيلها تساوي صفرا صفرا من دون بيعة الغدير وإن لم تفعل فما بلغت رسالته وهنا رسول الله يقول لأمير المؤمنين يا علي يا علي يا علي أنت أصل الدين أنت أصل الدين ولا يوجد أصل آخر الدين له أصل واحد هو علي هو علي وبيعة الغدير بنيت على هذا الأساس بنيت على هذا الأساس هذا هو القرآن بين أيدينا والآية واضحة إلا أن تقول من أن الآية لا علاقة لها ببيعة الغدير ذلك شأن آخر أنني أخاطب الذين يعلمون بأنه من بديهيات ثقافة العترة الطاهرة فإن الآية السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة في بيعة الغدير وفي بيعة الغدير والغدير والغدير فقط وفقط وفقط يا علي يا علي أنت أصل الدين ثم ماذا يقول رسول الله أشهد لك بذلك أنت أصل الدين وأنا محمد صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الأطيبين الأطهرين وأنا محمد وأنا محمد أشهد لك بذلك فأنت أصل الدين وهذا هو الذي يريده الله هذا المثاق الأول من مواثيق بيعة الغدير الطوسيون ينقضون هذا المثاق ويدوسون عليه بأحذيتهم المثاق واضح واضح أساس بيعة الغدير هو هذا المثاق من أن عليا هو أصل الدين ولا توجد أصول أخرى إذا أردنا أن نسمي التوحيد أصلا فإنه أصل فرعي يكون متفرعا عن أصل الأصول أما أصل الأصول وأصل الدين هو علي وعلي وعلي فقط وفقط وفقط هذا المثاق الأول من مواثيق بيعة الغدير كما قلت لكم الغدير الزهرائي أساس ومواثيق هذا هو المثاق الأول المثاق الثاني من مواثيق بيعة الغدير إنها كلمة رسول الله وهي موجودة موجودة في كتب السنة وفي كتب الشيعة وكلنا نعرفها كلمة رسول الله الكتاب الذي بين يدي إقبال الأعمال لابن طاوس المتوفى سنة ستمية واربعة وستين للهجرة وهذه طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان إنها خطبة الغدير وهي خطبة طويلة مفصلة أقرأ عليكم من الصفحة السابعة والستين بعد السبع مئة ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه هذا هو المثاق الثاني مولوية محمد هي مولوية علي وهذا الأمر ثابت قبل الغدير لكن يوم الغدير كان يوما رمزيا يوما للإعلان الرسمي بحسب الناس قلت لكم في بداية الحلقة من أنني أتحدث ضمن عالم التراب ضمن عالمنا الترابي المثاق الثاني مولوية علي هي مولوية محمد صلى الله عليه وآله مولوية محمد تكوينية تشريعية هي هي مولوية علي صلى الله عليهما وآلهما وهذا الأمر يرتبط بنظام التكوين سبحانه وتعالى أوجد كونه على طبقات وعلى مراتب وكل موجود كل كائن في هذا الوجود كل موجود يتحرك في هذا الوجود ما بين حالة الفعل أن يكون فاعلا ومؤثرا وحالة الانفعال أن يكون متأثرا بغيره كل الكائنات وكل الموجودات أكانت من الملائكة أم من الإنس أم من الجن أم من دواب السماوات أم من الجمادات أم من النباتات أم من سائر الحيوانات في البر والبحر كل شيء من هذه الكائنات يتحرك ما بين حالة الفعل والانفعال ومن هنا فإن المراتب مختلفة بحسب طاقة الفعل وبحسب ما يعرض على الموجود من الانفعال فلابد أن يكون في أعلى الهرم من يكون ممتلكا للفعل وليس فيه من انفعال وهذه هي مولوية محمد صلى الله عليه وآله لمن تكون هذه المولوية حينما يكون الفعل في تمام مراتبه ويكون الانفعال منحسرا لا وجود له هذه مولوية محمد في عالم التكوين وفي عالم التشريع هي هي مولوية علي صلى الله عليهما وآلهما هو الذي يقول ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه هذا هو المثاق الثاني وهذا المثاق بحاجة إلى كلام طويل لكنني كما قلت قبل قليل إنني أجمل الكلام في هذه المواثيق لأجل أن تحفظوها حتى لا يكون هناك من تشتت في الذهن وأنتم تتابعون هذه الحلقة إذن المثاق الأول علي أصل الأصول علي هو أصل الدين والدين له أصل واحد هو علي وأساس بيعة الغدير هذا الأصل وهذا المثاق المثاق الثاني من مواثيق بيعة الغدير مولوية محمد هي مولوية علي ومولوية علي هي هي مولوية محمد وهذا يرجعنا إلى الأساس من أن محمدا علي ومن أن علي محمد إلا أن محمدا محمد وعليا علي صلى الله عليهما وآلهما إذا نظرنا إلى الطوسيين فإنهم ينكرون الولاية التكوينية وينكرون الولاية التشريعية وإذا ما أرادوا أن يثبتوا شيئا من الولاية التكوينية إنهم يتحدثون عن معجزات تكون لها مقدمات وأسباب وإذا ما أرادوا أن يتحدثوا عن ولاية تشريعية يتحدثون عن بعض الأحكام عن بعض الأحكام الجزئية وهذا نقض واضح لمواثيق بيعة الغدير من هنا قلت لكم في أول الحلقة من أن غديرنا الزهرائية شيء شيء يختلف بالتمام والكمال عن غدير الطوسيين اللعناء عن غدير شيطاني قبيح يفرحون به يصفقون مسخرة هؤلاء الشيعة مسخرة يصفقون لأجل أمر لا يفقهون معناه حمير هؤلاء حمير بشعرائهم برواديدهم بخطبائهم بمراجعهم حقائق الغدير هي هذه التي ينطق بها القرآن وينطق بها محمد وآل محمد هل جئتكم بشيء من عندي منذ بداية الحلقة وإلى الآن فإنني أتقلب بكم ما بين آيات الكتاب وأحاديثهم العطرة المثاق الثالث من مواثيق بيعة الغدير المثاق الثالث واضح في القرآن إنها إنها الآية السابعة بعد البسملة من سورة آل عمران وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم وماذا قال رسول الله في مواثيق بيعة الغدير فوالله فوالله النبي هكذا قال لنا فوالله لا يوضح تفسيره لا يوضح تفسير القرآن إلا الذي أنا آخذ بيده ورافعها بيدي ومعلمكم أن من كنت مولاه فهو مولاه وهو علي وهو علي هذا شأن من شؤون مولوية محمد وشؤون مولوية علي الذين لا يفسرون القرآن بحسب هذا الميثاق مثل ما فعل الطوسي اللعين والذين جاءوا من بعده إلى يومنا هذا من مراجع الشيعة اللعناء أتحدث عن المراجع الطوسيين اللعناء الذين فسروا القرآن بحسب المنهج العمري هؤلاء ينقضون كل هذه المواثيق ينقضون كل هذه المواثيق فوالله لا يوضح تفسيره إلا الذي أنا آخذ بيده ورافعها بيد ومعلمكم أن من كنت مولاه فهو مولاه وهو عليه وهو عليه المثاق الرابع المثاق الرابع إني قد بيّنت لكم إني قد بيّنت لكم وفهمتكم وفهمتكم هذا علي يفهمكم بعد رابع ففهم الدين والدنيا الكلام ليس منحصرا بالدين فقط النبي يتحدث عن فهم مطلق هنا ما يرتبط بشأن الدين والدنيا فإن قواعد المنطقي التي يجب أن تتبنى وأن يعتمد عليها لابد أن تأخذ من علي من علي ومن علي فقط وفقط وفقط هذا هو الميثاق الرابع إني قد بينت لكم وفهمتكم هذا علي يفهمكم بعد ولابد أن تعرف من أن التفهيم على مرتبتين هناك تفهيم وهبي وهناك تفهيم كسبي التفهيم الوهبي عطاءهم حينما يقول صلى الله عليه وآله إني قد بينت لكم وفهمتكم إنه يتحدث عن نوعين من التفهيم عن تفهيم وهبي وعن تفهيم كسبي التفهيم الوهبي ما كان بأسلوب غيبي والتفهيم الكسبي ما كان مثلما فنبينا الأعظم صلى الله عليه وآله حين يقول إني قد بينت لكم وفهمتكم إنه يتحدث عن تفهيم وهبي والتفهيم الوهبي ما كان من جهة الغيب إنه التحديث من كان من المؤمنين محدثا وكان وكان رسول الله صلى الله عليه وآله هو الذي يحدثه غيبا وهناك التفهيم الكسبي الذي تتحدث عنه الآية الثانية بعد البسملة من سورة الجمعة يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة هذا التفهيم الكسبي وأما التفهيم الوهبي فتلك هي ألطاف محمد صلى الله عليه وآله عبر الغيب وعبر التحديث النوري والكلام هو هو ينطبق على سيد الأوصية إني قد بينت لكم وفهمتكم هذا علي يفهمكم بعد التفهيم الوهبي إنني أقرأ عليكم من رجال الكش وهذه الطبعة طبعة مركز نشر آثار العلامة المصطفوي إنها الطبعة الرابعة 2004 ميلاد طهران إيران الحديث الثاني عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عننا فإنا لا نعد الفقيه من رواة الحديث منهم فقيها حتى يكون محدثا فقيل له أو يكون المؤمن محدثا قال يكون مفهما والمفهم محدث هذا هو التفهيم الوهبي وبنحو عملي أقرأ عليكم من الصفحة الخامسة بعد العاشرة إنه الحديث الرابع والثلاث عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه من أن سلمان كان محدثا إمامنا الصادق يقول إنه كان محدثا عن إمامه كان محدثا عن إمامه عن أمير المؤمنين لا يجوز به لا يستطيع أن يتجاوز إمامه هذه قضية تكوينية لأنه لا يحدث عن الله عز وجل إلا الحج الإمام المعصوم يكون محدثا عن الله فصلته صلة مباشرة بالله أما المؤمنون صلتهم ليست بالله صلتهم بإمامهم فإذا كان هناك من تحديث وهبي فإنه يكون عبر الصلة بالإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه إنه إن سلمان كان محدثا عن إمامه هذا مثال عملي تعريخي للتحديث الوهبي أما التحديث الكسب يمكن للإنسان أن يناله كسبا أقرأ عليكم مما جاء في الجزء الأول من بحار الأنوار للمجلس الطبعة نفسها التي أشرت إليها قبل قليل في صفحة الحادية والستين بعد المئة عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه والذي يحدثنا عبيد ابن هلال الإمام الرضا يقول إني أحب أن يكون المؤمن محدثا إني أحب أن يكون المؤمن محدثا أي أنه يسعى لأن يكون كذلك هذه عملية كسبية لو كانت العملية وهبية لما قال الإمام إني أحب لقال من أنه هناك من المؤمنين من هو محدث إني أحب أن يكون المؤمن محدثا عبيد ابن هلال قلت وأي شيء المحدث قال المفهم فهناك تفهيم وهبي وهناك تفهيم كسبي وهذه المضامين لا يؤمن بها أطسيون اللحنة ولا يفقهونها ولا يعرفونها ولا علاقة لهم بها ولا يتذوقونها إنهم يتذوقون خراء النواصب فتواهم تقول بذلك كتبهم مؤسساتهم فضائياتهم المثاق الرابع هو هذا إني قد بينت لكم وفهمتكم هذا علي يفهمكم بعد المثاق الأول علي أصل الدين والدين له أصل واحد هو أصل الأصول علي مولوية علي هي هي مولوية محمد صلى الله عليهما وآلهما هذا المثاق الثاني المثاق الثالث فإن القرآن لا يفسره إلا علي المثاق الرابع فإن فهم الدين والدنيا لا يؤخذ إلا من علي هذا علي يفهمكم بعد والتفهم قد يكون وهبيا وقد يكون كسبيا نذهب إلى فاصل المثاق الخامس علي 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 أولى منا بأنفسنا هذا قرآن قرآن الآية السادسة بعد البسملة من سورة الأحزاب النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم على مستوى التكوين وعلى مستوى التشريع فنحن لنا ولاية على أنفسنا بحسبنا بحسبنا نحن لنا ولاية على أنفسنا بحسبنا منها ما هو تكويني بحسبنا ومنها ما هو تشريعي بحسبنا 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 لا لا ولاية لا ولاية لنا تنطمس ولايتنا وإنما هناك ولاية واحدة هي ولاية محمد صلى الله عليه وآله هي 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 ولاية ولاية علي نعود إلى الأساس فإن محمدا علي وإن علي محمد إلا أن محمدا محمد وعلي علي صلى الله عليهما وآلهما في خطبة الغدير هذا هو نص العقد ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله فرفعه بيده رفع علي وقال أيها الناس من أولى بكم من أنفسكم قالوا الله ورسوله فقال ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم والي من والاه إلى آخر كلمات رسول الله صلى الله عليه وآله التي تعرفونها وهي مروية في كتب السنة وفي كتب الشيعة فرفعه بيده وقال أيها الناس من أولى بكم من أنفسكم قالوا الله ورسوله كانوا يدركون سؤال رسول الله لم يكن الكلام عن الجهة التشريعية لو كان الكلام عن الجهة التشريعية لأجابوا بأنك يا رسول الله يحرسوا الله أولى منا بأنفسنا لكن الكلام كان عن الجهة التكوينية والتشريعية ولذا أجابوا قالوا الله ورسوله الله قالوا يُعجبكم في ثقافة الكتاب والعتر هناك عبودية الطاعة ونحن عبيد طاعة لهم صلوات الله عليه أنا لا أريد أن أدخل في تفاصيل هذا الموضوع لأنني سأحتاج إلى عدة حلقات بالإجمال سأذكر لكم مراتب العبودية هناك عبودية الطاعة وهناك عبودية التسليم وهناك عبودية الرق تستغربون هذا نحن نخاطب الحسين في زيارة وارث في مقدمات زيارة وارث نخاطب الحسين عبدك الزائر يقول مخاطبا سيد الشهداء عبدك وابن عبدك وابن أمتك المقر بالرق ولا بد أن تعرف من أن العبودية تأرقية عبودية دنيوية وانا لا أتحدث هنا في هذا المضمون من أن علي أولى منا بأنفسنا لا أتحدث عن عبودية ترابية هذه عبودية الملك والملك هنا ملك تكويني وليس ملكا ترابيا بأسباب طارئة كحال عبدية الرق ونحن عبيد رق لهم أيضا فمراتب العبودية فمراتب العبودية عديدة هناك عبودية الطاعة وهناك عبودية التسليم الذي يسلم عقله وقلبه للمعصوم فهذا عبد له وعبودية الرق وهناك عبودية العبادة وهناك عبودية السالمية وهناك عبودية الملك كل مراتب العبودية المتقدمة تكون دون منزلة مرتبة عبودية الملك فهو أولى منا بأنفسنا تكوينا وتشريعا العبد وما في يده لمولاه هذا حكم قد يكون في عالم الدنيا وعالم التراب لأسباب طارئة مؤقتة ولكن في عالم الحقيقة هذا حكم مختص بهم العبد وما في يده لمولاه وهذا الذي تتحدث هذه الآية عنه النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو هو الميثاق الذي أخذه رسول الله علينا في بيعة الغدير فرفعه بيده رفع عليا وقال أيها الناس من أولى بكم من أنفسكم قالوا الله ورسوله فقال ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه هو هو أولى بكم من أنفسكم هذه عبودية الملك سأعود إلى هذا الموضوع في برنامج لباب الزيارة الجامعة الكبيرة لأنني سأكون مضطرا لبيانه سأعود إلى هذا الموضوع قطعا هناك منزلة أخرى من العبودية وهي خاصة بهم تلك العبودية التي يقول عنها إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه من أن العبودية جوهرة كنهها الربوبية تلك هي العبودية الربوبية لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك إلى هذا يشير أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه حينما يقول إنما أنا عبد من عبيد محمد نحن لاحظ لنا من هذه العبودية وإنما إذا كان لنا من حظ شبح تلك العبودية باعتبار أننا من طينتهم شيعتنا منا خلقوا من فاضل طينتنا فهذه العبودية إذا كان لنا فيها من حظ شبح هذه العبودية إذا كنا موفقين لذلك أما المراتب المتقدمة فتلك هي مراتب عبوديتنا في فنائهم وأعلى مراتب العبودية هي هذه التي تحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وآله من أن علي أولى بنا من أنفسنا هذا الميثاق الخامس فانظروا إلى غباء هؤلاء من مراجع الشيعة اللعناء أتحدث عن المراجع الطوسيين الأنجاس إن كانوا من الأموات أو كانوا من الأحياء نجاستهم واحدة هؤلاء الذين يناقشون في أن بيعة الغدير كانت للتبليغ والعلم أو أنها كانت للسياسة أو كانت للإمامة الدينية وهذا الهراء والضراط الذي يخرج من أفواههم ألا لعنة الله عليهم وعلى ضراطهم الذي هو دينه هذا هو غدير الطوسيين لا وجه للمقارنة بين الغدير الزهرائي والغدير الطوسي الميثاق السادس الميثاق السادس كفر لا غديريين ونجاستهم سورة المائدة واضحة في الآية السابعة والستين بعد البسملة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين وهذا الكفر هو ألعن مراتب الكفر لماذا لأن الكفر على مراتب هناك من كفروا بالله وهناك من كفروا بالأنبياء وهناك من كفروا بآيات الله على اختلاف مراتبها وهناك 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 من كفر ببعض الكتاب هذه الآية تقول من أن التوحيد والنبوة والكتاب والمعاد وأسرار القرآن وأسرار الدين وحقائق التشريع كل ذلك يساوي صفرا من دون بيعة الغدير الكافرون ببيعة الغدير سيكون كفرهم أشد من أنواع الكفر السابق لأن كل مضامين الكفر كانت تدور حول جزء من هذه الأجزاء التي تحدثت الآية عنها وكل الأجزاء جمعت وجعلت صفرا من دون بيعة الغدير فسيكون الكفر ببيعة الغدير أشد الكفر في الكتاب الكريم الذين هم في المراتب الأقل من الكفر حكم القرآن بنجاسته إذا ذهبنا إلى الآية الثامنة والعشرين من سورة التوبة يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجسون فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا المشركون المشركون لم يكفروا ببيعة الغدير وإنما كانوا مشركين قبل البعثة كانوا على دينهم الذي يعتقدون به والمشركون قد يكونون من اليهود وقد يكونون من النصارى وقد يكونون من عباد الأوثان وقد يكونون وقد يكونون يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا وفي سورة نفسها في سورة التوبة في الآية الخامسة والتسعين سيحلفون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس الرجس نجاسة إنهم الحديث عن ذواتهم وليس عن متعلقاتهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون هذه النجاسة ليس لها من مقر إلا في جهنم الحديث هنا عن المنافقين والمنافقون دون الذين كفروا ببيعة الغدير دون الذين كفروا ببيعة الغدير وإن كان الذين كفروا ببيعة الغدير كانوا من المنافقين أيضا ولكن النفاق على مراتب والكفر على مراتب سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون وفي سورة نفسها إنها الآية الخامسة والعشرون بعد المئة وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رتسا إلى رتسهم الرتس الأولى بحسب الآية في الذكر فزادتهم رتسا هذا رتس معنوي فزادتهم رتسا إلى رتسهم إلى نجاستهم المادية وماتوا وهم كافرون وهؤلاء هؤلاء دون الذين كفروا ببيعة الغدير وأما الذين في قلوبهم مرض منزلة من منازل النفاق منزلة من منازل الضلال فزادتهم رتسا إلى رتسهم وماتوا وهم كافرون تلاحظون أن الآيات تحدثت عن أن المشركين نجس وتحدثت عن أن المنافقين رتس وتحدثت عن الذين في قلوبهم مرض إذا ما أنزلت سورة فما الذي يجري عليهم فزادتهم رتسا إلى رتسهم زادتهم نجاسة معنوية إلى نجاستهم المادية وهؤلاء كلهم وغيرهم من أصناف الكافرين ومن أصناف المنافقين ومن أصناف الجهنميين هم دون الكافرين الذين يكفرون يكفرون ببيعة الغدير والكفر ببيعة الغدير على نوعين هناك كفر منكر ناكر لبيعة الغدير وهناك كفر ناقض لبيعة الغدير حينما تنقض المواثيق سقيفة بني ساعدة هذه سقيفة ناكرة ومنكرة لبيعة الغدير سقيفة بني طوسي هذه السقيفة ناقضة يلقلقون بالألسنة فقط عمل شيطاني أوهام شيطانية هم لا يفقهون مضمون الغدير ولا يبايعون على هذه المواثيق ولا يعملون بها فأي غدير هذا أتحدث عن الغدير الطوسي اللعين المثاق السادس كفر اللاغديريين ونجاستهم نحن لا نرتب أثرا عمليا في زمان الهدنة في زمان الغيبة لكن يجب على الزهرائيين أن يعتقدوا أن يعتقدوا بكفر هؤلاء ونجاستهم هذا حكم قرآني حقيقي الأحاديث تحدثت في هذا حينما تحدثت عن نجاسة النواصب والنواصب على نوعين هناك نواصب السقيفة بني ساعدة وهناك نواصب السقيفة بني طوسي ولذا فإن رواية التقليد المروية عن إمامنا الصادق تحدث فيها إمامنا الصادق بنحو صريح عن مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الطويلة ووصفهم بأنهم ناصبون وبأنهم كافرون ولعنهم وهذا الأمر واضح في كلمات أهل البيت ولا أريد أن أدخل في تفاصيل هذا الموضوع لأن الحديث مجمل في هذه الحلقة إذن هذا هو الميثاق السادس كفر اللاغديريين ونجاسته نذهب إلى فاصل الميثاق الأول من مواثيق بيعة الغدير علي أصل الأصول علي أصل الدين ولا يوجد أصل آخر يضاف إلى هذا الأصل الدين له أصل واحد الميثاق الثاني مولوية علي هي هي مولوية محمد صلى الله عليهما وآلهما الميثاق الثالث لا يؤخذ التفسير إلا من علي ومن علي فقط الميثاق الميثاق الرابع فهم الدين والدنيا لا يؤخذ إلا من علي ومن علي فقط الميثاق الخامس علي أولى بنا من أنفسنا إنها عبودية الملك الميثاق الميثاق السادس كفر لا غديريين ونجاستهم إن كانوا من الذين كفروا بإنكارهم لبيعة الغدير أو من الذين كفروا بنقضهم عمليا لبيعة الغدير يجب الاعتقاد بكفرهم ونجاستهم وإلا فإن بيعة الغدير ستكون منقوضة هذه مواثيق بيعة الغدير الآيات صريحة الذي ينكر بيعة الغدير والذي ينقض بيعة الغدير من الكافرين وكفرهم هو أشد مراتب الكفر التي تحدث القرآن عنها وحكم النجاسة واضح في الآيات ننتقل إلى الميثاق السابع وهو الأخير من مواثيق بيعة الغدير هذه الكلمات التي رويت في كتب السنة والشيعة اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصر واخذل من خذله وانصر عليكم أن تتدبروا في هذه الكلمات اللهم والي من والاه وعادي من عاداه النبي صلى الله عليه وآله ما قال اللهم أحب من أحبه وأبغض من أبغضه لأن الحب والبغض في القلب النبي تحدث عن ولاية الولاية تلازمها البيعة والبيعة مواثيق اللهم والي من واله من التزم بهذه المواثيق وعادي من عاداه من خالف هذه المواثيق أكان منكرا أم كان يلقلق لسانا بها وهو ينقضها عمليا ولا يعتقد بها فهذا المقطع اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وعادي من عاداه المثال الواضح للمنكرين سقيفة بني ساعد والمثال الواضح للناقضين سقيفة بني طوس وسقيفة بني طوس هي الألعن لأن الإمام صادق صلوات الله وسلامه عليه تحدث عن مراجع هذه السقيفة من أنهم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه ووصفهم بأنهم ناصبون وبأنهم ملبسون وبأنهم كافرون وبأنهم أضلوا أنفسهم وأضلوا الشيعة وبأنهم كذابون ثم بعد ذلك لعنه هذا كلام إمامنا الصادق يحدثنا به إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليهما وانصر من نصر واخذ من خذل هذا المقطع لا علاقة له بسقيفة بني ساعد ولا علاقة له بسقيفة بني طوس لأن السقيفتين أعداء علي حتى وإن كانوا يظهرون حبه ما هم أتباع سقيفة بني ساعد يقولون إننا نحب علي وكثيرون منهم يقولون نحن شيعة علي الحقيقيون والذين هم في سقيفة بني طوس يظهرون الفرح والسرور في غدير خم ويؤلفون الكتب لإثبات بيعة الغدير من خلال ما قاله نواصب سقيفة بني ساعد وكل ذلك لا قيمة له لا قيمة له كتاب الغدير للأمين مع أهميته ومع إخلاص الرجل ومع الجهد العظيم الذي بذله في جمع هذه الموسوعة في عالم الحقيقة لا قيمة له لأنه أراد أن يثبت بيعة الغدير من خلال ما قاله النواصب وما علاقة هذا بعالم الحقيقة أين مضمون بيعة الغدير أين مضمون بيعة الغدير نحن بحاجة إلى معرفة مضمون بيعة الغدير ونحن بحاجة إلى العمل بمضمون بيعة الغدير نحن بحاجة إلى أن تكون عقولنا مبنية وفقا لمضامين بيعة الغدير فماذا نصنع بإثبات أن الشعراء قالوا وقالوا عن الغدير وهذا دليل على أن بيعة الغدير كانت معروفة عند الجميع وماذا نصنع بكتب النواصب من أنهم ذكروا في كتبهم أحاديث بيعة الغدير وهم يضعفونها يضعفونها ماذا نصنع بهذا هذا أمر جيد إذا كان الحديث في حاشية الموضوع وإنما نحتاج الحاشية إذا كنا قد أتقن المتن إذا كنا لا نعرف المتن فماذا نصنع بالحواش ماذا نصنع بالحواش مسخرة هذه أن ننشغل بالحواش ولا نعرف شيئا عن المتن هذه مسخرة مسخرة وسفاهة وتفاهة وهذا هو الذي يقوم به الكثيرون من معممي الشيعة ومن غيرهم ممن يفتحون القنوات على الإنترنت لمناقشة السنة في موضوع الغدير أنتم لا تفقهون عقيدة الغدير فماذا تصنعون بهذه الحواش تعلموا الغدير وأسسوا عقولكم وفقا لمضمون ثقافة الغدير وبعد ذلك إذا ما أحكمتم المتن بعد ذلك تحركوا باتجاه الحواش أما أن تنقلب الأمور تكون الحواش متنا وتغيب المتون فهذا هو الضلال بعينه وهذا هو الكفر بالغدير بعينه وهذا ما يجري في الوسط الطوسي اللعين وانصر من نصر واخذل من خذل هذا المقطع لا علاقة له بأعداء أمير المؤمنين إن كانوا من سقيفة بني ساعدة أو كانوا من سقيفة بني طوسي فهؤلاء أعدى الأعداء إنهم أضر على الشيعة أتحدث عن سقيفة بني طوسي أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه هؤلاء هؤلاء هم أعدى الأعداء فهؤلاء داخلون في المقطع الأول اللهم والي من والاه وعادي من عاده وعادي من عاده سقيفة بني ساعدة سقيفة بني طوسي ومن جاء في سياقهما وانصر من نصر واخذل من خذل واخذل من خذل هؤلاء هم الزهرائيون أنا لا أتحدث عن هذا الإسم الذي يستعمله كثيرون على الشبكة العنكبوتية أنا أتحدث عن المضمون الحقيقي للزهرائيين أكانوا موجودين أم لم يكونوا واخذل من خذل هؤلاء هم الزهرائيون الذين تشربت العقيدة الحقة في قلوبهم لكنهم لا يعملون كسالا لا همة عندهم لأن الخاذل لا يكون من الأعداء عدوك لا يخذلك عدوك يقتلك الذي يخذلك صديقك لكنكم لا تفقهون لأن مراجعكم لا يفقهون وانصر من نصر إنهم الزهرائيون الحقيقيون اليمانيون الحقيقيون الناصرون لإمام زمانهم أما الزهرائيون أو اليمانيون الذين يحملون العقيدة الحقة لكنهم لا يرتبون أثراً عملياً لديهم فإنهم يتحرقون لذلك أما الذين لا تتوفروا لديهم الأسباب ويجدون ذلك راحة لهم فهؤلاء من الخاذلين والمتخاذلين لأن الذي لا تتوفر لديه الأسباب يجب عليه أن تكون عنده النية أن تكون عنده النية الصادقة وأن يكون عنده العزم الثابت وأن يكون متحرقاً متألماً لأنه ليس قادراً على نصرة إمامه وانصر من نصر واخذل من خذل هؤلاء الخاذلون هم الزهرائيون هم اليمانيون الذين تشربت العقيدة الحقة والمعرفة الواضحة في عقولهم وقلوبهم لكنهم لا يعملون لا يعملون فهؤلاء خاذلون لأمير المؤمنين هؤلاء خاذلون لإمام زمانهم كما قلت لكم فإن العدو لا يخذلنا العدو يقتلنا الذي يخذلنا صديقنا الذي يخذل أهل البيت هم الذين يقولون نحن شيعتهم هؤلاء الذين يخذلون أهل البيت أما أعداؤهم فإنهم يقتلونهم يقتلون أهل البيت هذا الميثاق السابع هذا ميثاق عملي ميثاق عملي ولذا فإن رسول الله صلى الله عليه وآله صاغه بصيغة دعاء لماذا لأن الدعاء من دون عمل كالقوس بلا وتار هل نستطيع أن ننتفع من القوس من دون وتار هل نستطيع أن نطلق السهام من قوس لا وتار فيه الدعاء من دون عمل كالقوس بلا وتار ولذا فإن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله جعل صيغة صيغة دعاء فهناك جنبة نظرية عقائدية تلتحق بالجنبة النظرية للمواثيق المتقدمة وهناك جنبة عملية كل المواثيق المتقدمة آثارها العملية تظهر في الميثاق السابع نحن حينما نؤمن بكفر ونجاسة اللاغديريين إن كانوا كافرين ببيعة الغدير أو كانوا ناقضين لبيعة الغدير أين نطبق هذا نطبق هذا في عالم البراءة العملية صحيح أننا لا نمارس العمل الفتواء من جهة نجاستهم لأننا في مرحلة الهدنة في مرحلة الغيب تطبق هذه الأحكام عند ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه لكننا يجب أن نعتقد بها نترجمها من خلال البراءة العملية والبراءة العملية لها مصادقها على أرض الواقع هذه هي مواثيق بيعة الغدير قلت لكم من أن الغدير الزهرائي أساس ومواثيق وخاتمة تصديق الأساس بينته لكم وهذه هي المواثيق والأشياء تعرف من أضادها الغدير الطوسي هو المضاد لكل هذه المعاني هو المنكر لكل هذه المعاني هو المشكك في كل هذه المعاني هذا هو الغدير الطوسي إنه غدير إبليسي شيطاني مرجعي نجفي كربلائي بامتياز نذهب إلى فاصل السلام على صاحب الدلالات والعيات والمعجزات الباهرات والمعجزات الغاهرات والمنجي من الهلكات الذي ذكره الله في مهكم الآيات فقال تعالى وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم السلام على اسم الله الذي وبجه المذهب وجنب العليم ورحمة الله وبركاته صار واضحا لدينا ما يرتبط بالأساس وما يرتبط بالمواثيق وصلت الآن معكم إلى خاتمة التصديق وخاتمة التصديق تجتمل على ثلاثة أركان الركن الأول لا بد أن نعرف من أن بيعة الغدير هي بيعة مع الله أولا ومع رسول الله ثانيا ومع أمير المؤمنين علي ثالثا أتحدث عن بيعة الغدير الأولى عندنا غديران عندنا غديران الطوسيون لا يعتقدون ببيعة الغدير الثانية ألا لعنت الله عليه عندنا غديران وحديثي هنا عن الغدير الأول فبيعة الغدير الأول هي بيعة مع الله ومع رسول الله ومع أمير المؤمنين أعود إلى الخطبة المحمدية الغديرية النبي الأعظم قال لنا صلى الله عليه وآله بعد أن قال هذا علي يفهمكم بعدي يستمر النبي في كلامه هذا علي يفهمكم بعدي ألا وإني عند انقطاع خطبتي أدعوكم إلى مصافحتي لماذا؟ لأن النبي قد ذكر المواثيق في خطبته وقد قرأتها عليكم ألا وإني عند انقطاع خطبتي أدعوكم إلى مصافحتي على بيعته والإقرار له ألا إني بايعت لله النبي هو الذي يقول ألا إني بايعت لله وعلي بايع لي وأنا أخذكم بالبيعة له عن الله فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما إلى إلى أن يستمر في خطبته صلى الله عليه وأهله الكلام واضح فإن بيعة الغدير بيعة مع الله ومع رسول الله ومع أمير المؤمنين أقرأ الكلام مرة أخرى عليكم ألا وإني عند انقطاع خطبتي أدعوكم إلى مصافحتي على بيعته والإقرار له ألا إني بايعت لله وعلي بايع لي وأنا أخذكم بالبيعة له عن الله فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما إذن حين نتحدث عن خاتمة التصديق هذا ركن أول أن نعرف أن بيعة الغدير هي بيعة مع الله ومع رسول الله ومع أمير المؤمنين الركن الثاني بيعة الغدير الأولى لن تكتمل لن تكتمل إلا مع بيعة الغدير الثانية وهذا التعبير ورد عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه إنني أقرأ عليكم من الجزء الحادي والثلاثين من بحار الأنوار للمجلس المتوفى سنة 1111 للهجرة هذا الجزء هو أحد الأجزاء التي حرم المرجع البرجرد في قم حرم طباعتها أيام مرجعيته فكيف تعرف الشيعة الغدير الثاني ومع ذلك فإن مراجع النجف وكربل ينكرون هذه الرواية إنني أقرأ من الصفحة الثانية والثمانين وما بعدها الرواية حدثنا بها حذيفة بن اليمان عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وهو يعدد أسماء اليوم التاسع من ربيع الأول عيد فرحة الزهراء ويوم الغدير الثاني اليوم التاسع من ربيع الأول فيه أكثر من واقعة لكن الواقعة الأهم اليوم التاسع من ربيع الأول هو اليوم الرمزي الأول من أيام إمامة الحجة بن الحسن فإن إمامنا الحسن العسكرية استشهد مسموما في اليوم الثامن من ربيع الأول صحيح أن إمامة إمام زماننا بدأت من اليوم الثامن لكن اليوم الثامن كان مشتركا بين إمامة أبيه وإمامته أتحدث عن الإمامة الفعلية بحسب قوانين عالم الترق وإلا فهم أئمة أئمة هم أئمة قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق ألا نقرأ في أحاديثهم من أن الحجة قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق هذه أحاديثه هذه كلماته الحجة قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق لكنني مثلما بيّنت لكم في أول الحلقة أتحدث في ضوء عالم التراب بحسب الأعراف والتقاليد والقوانين التي تحكم حياتنا الترابية اليوم التاشع من ربيع الأول هو اليوم الكامل أول يوم أول يوم كامل تحققت فيه إمامة إمام زماننا الفعلية أمير المؤمنين يقول إنه الغدير الثاني هذه بيعة الغدير الثانية مع إمام زماننا بيعة الغدير الأولى لن تكتمل إلا ببيعة الغدير الثانية الشيعة في كل زمان يجب عليهم أن يبايعوا بيعة الغدير بمواثيقها التي مر ذكرها وأن يبايعوا إمام زمانهم على نفس المواثيق وأن يبايعوا قائم آل محمد فشيعة السجاد عليهم أن يبايعوا بيعة الغدير يبايعون الله ورسوله وأمير المؤمنين ويبايعون السجاد في زمانهم فهو إمام زمانهم يبايعونه على المواثيق التي مر ذكرها ويبايعون قائم آل محمد إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه حين يقول وأنا أقرأ عليكم من غيبة النعماني المتوفى سنة 360 للهجرة وهذه طبعة أنوار الهدى قموا المقدسة إنها الطبعة الأولى في الصفحة الثانية والخمسين بعد المائتين إنه الحديث السادس والأربعون بسنده بسند النعماني عن خلاد بن الصفار قال سئل أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه هل ولد القائم فقال لا ولو أدركته لخدمته أيام حياتي إذا كان الإمام الصادق يقول هذا أليس واجباً واجباً على شيعة الصادق في زمانه أن يقولوا هذا فكل شيعة في زمانهم عليهم أن يبايعوا بيعة الغدير بالمواثيق المتقدمة وأن يبايعوا إمام زمانهم وأن يبايعوا قائم آل محمد وهذا المضمون واضح واضح في الروايات والأدعية والزيارات أما نحن أما نحن فإن بيعتنا الحقيقية تكون مع إمام زماننا فنحن فنحن شيعة القائم وهو إمامنا وسيدنا ومولى نعمتنا نبايع علي في الغدير ونبايع الأئمة كلهم حينما نبايع في الغدير فإننا نبايع الله ونبايع رسول الله ونبايع أمير المؤمنين نبايع الأئمة كلهم نبايع الحسنة والحسينة والسجادة إلى قائم آل محمد وتمام البيعة وكمال البيعة بيعتنا لقائم آل محمد ماذا نقرأ في الكتاب الكريم إنها سورة البقرة الآية الرابعة والعشرون بعد المئة بعد البسملة وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن 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 إلى القائم لأن أبانا آدم تحدث القرآن عن كلماته في الآية السابعة والثلاثين بعد البسملة فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه كلمات آدم التي تحدثت عنها هذه الآية بحسب أحاديث العترة الطاهرة محمد علي فاطمة حسن حسين أما كلمات إبراهيم في الآية الرابعة والعشرين ما بعد المئة وما بعد البسملة وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن الصادق صلوات الله عليه يقول فأتمهن إلى القائم قال إني جاعلك للناس إماما إلى آخر ما جاء في الآية الكريمة بيعتنا لا بد أن تكون بيعة تامة وكاملة وهذا الأمر هو هو مع الشيعة في الأزمنة المتقدمة فإن الشيعة في زمان الكاظم صلوات الله عليه يبايعون أمير المؤمنين بحسب ما تقدم ويبايعون الكاظمة لأنه إمام زمانهم ويبايعون القائمة لأن البيعة لن تكون بيعة تامة فأتمهن تمام البيعة ببيعة قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه ولذا فإن أمير المؤمنين يصف اليوم التاسع من ربيع الأول وهو أول يوم بنحو رمزي ورسمي وترابي من أيام إمامة الحجة بن الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه هناك وقائع وقعت في هذا اليوم قطعا مقتلوا عمر بن الخطاب في هذا اليوم بحسب أحاديث العترة لا بحسب أحاديث المؤرخين ولا بحسب فتاوى مراجع النجف وكربلا بحسب أحاديث المؤرخين فإن عمر قتل في أواخر ذي الحجة وهذا ما تعتقده سقيفة بني ساعد بحسب سقيفة بني طوس ما يعتقده مراجع النجف وكربلا فإنهم يعتقدون العقيدة نفسها ويعتمدون ما قاله الطبري وأمثاله في كتب التأريخ ويقدمون قول الطبري على ما جاء في الرواية عن أمير المؤمنين والتي حدثنا بها إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه وفي اليوم التاسع من ربيع الأول مقتل عمر بن سعد فإن المختار الثقفي قتله في هذا اليوم لأهمية هذا اليوم أنا لا أريد أن أتحدث عن تأريخ التاسع من ربيع الأول فهو الغدير الثاني حينما قلت في مقدمة الحلقة وأنا أخاطب إمام زماني عبيدك نحن عبيدك نحن عبيد الغديرين إنني تحدثت عن هذين الغديرين عن الغدير الأول وهو غدير علي وعن الغدير الثاني وهو غدير القائم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نذهب إلى فاصل خاتمة التصديق أركانها ثلاثة الركن الأول بيعتنا في الغدير هي بيعة مع الله ومع رسوله ومع أمير المؤمنين الركن الثاني بيعة الغدير الأولى لن تكتمل إلا مع بيعة الغدير الثانية بحسب البيان المتقدم الركن الثالث الركن الثالث فاطمة فاطمة إذ قد يقول قائل فأين هي فاطمة فاطمة هنا فاطمة هنا فاطمة الجزء الأخير الجزء الأخير من العلة كما يقال في الفلسفة إنه العلة الحقيقية فاطمة هنا العلاقة معها تمثل الجزء الأخير من منظومة عقيدتنا ببيعة الغدير التصديق عند فاطمة كل هذا الذي تقدم من دون من دون تصديق فاطمة لا قيمة له لا يساوي شيئا هكذا نقرأ في زيارتها نني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان للمحدث القمي وزعمنا أنا لك أولياء يا أم الحسن والحسين وزعمنا أنا لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتى به وصي إنها بيعة الغدير فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهم ببيعتنا لهم لنبشر أنفسنا بأن قد طهرنا بولايتك قبل قليل كان الحديث عن نجاسة اللاغديريين الزيارة هنا تخبرنا عن نجاسة الغديريين أيضا من دون تصديق فاطمة من دون تصديق فاطمة لنبشر أنفسنا بأن قد طهرنا بولايتك فإنا نسألك يا أم الحسن والحسين إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما بتصديقنا لمحمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما لنبشر أنفسنا بأن قد طهرنا بولايتك الآية الخامسة بعد البسملة من سورة البينة وما أمر إلا ليعبد الله مخلصين له الدين هذه ولاية علي فعبادة الله والإخلاص فيها هي ولاية علي وما أمر إلا ليعبد الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة هذه آثار ولاية علي ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة الباقر يقول القيمة فاطمة وذلك دين فاطمة الدين نسب إليها لماذا لأنها هي التي تصدق على هذا الدين هي القيمة هي القيمة على الدين وأهله وما أمر إلا ليعبد الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة في حديث المعرفة بالنورانية من المصدر نفسه الذي قرأت منه عليكم قبل قليل أمير المؤمنين يقول لسلمان وأبي ذار يا سلمان ويا جندب قال لبيك يا أمير المؤمنين فقال أمير المؤمنين معرفتي بالنورانية معرفة الله عز وجل ومعرفة الله عز وجل معرفة بالنورانية وهو الدين الخالص الذي قال الله تعالى وما أمر إلا ليعبد الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة إلى أن يقول في الصفحة الثالثة من الجزء السادس والعشرين من بحار الأنوار فمن استكمل معرفتي فهو على الدين القيم كما قال الله تعالى وذلك دين القيمة وإنما نستكمل معرفته من خلال بوابة بيعة الغدير هناك منطقان مر الكلام بخصوصهما منطق الأمير وهو منطق الغدير هو هو ومنطق الحمير وهو منطق اللاغديريين من الذين كفروا ببيعة الغدير أو الذين نقضوا بيعة الغدير هناك منطقان منطق الأمير بوابته بيعة الغدير وهناك منطق الحمير لعنة الله على الحمير وعلى منطقهم فمن استكمل معرفتي فهو على الدين القيم كما قال الله تعالى وذلك دين القيمة فإنا نسألك إن كنا صدقناك يا زهراء إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك أقول للزهرائيين عقيدة واليمانيين منهجا والمنتظرين بوعي وفهم هنيئا لي وهنيئا لكم هنيئا لي أن أحدثكم عبر هذه الشاشة الزهرائية اليمانية أن أحدثكم بحديث الحقيقة والنور إنه حديث الغدير إنه منطق الأمير هنيئا لي أن أحدثكم بهذا الحديث وهنيئا لكم أن وفقتم لأن تسمعوا هذا الحديث لا لأنه يخصدر مني أنا ناقل أنا ناقل ما حدثتكم بشيء من عندي نفسي حدثتكم بحديث القرآن وحديث العترة الطاهرة مثل ما عودتكم دائما وأقولها لكم أنتم في أيد أمينة ما دمتم تعخذون دينكم من هذه الشاشة أنتم في أيد أمينة ويمكنكم أن تتأكدوا من ذلك وابحثوا ابحثوا ابحثوا وتأكدوا من الأمر بأنفسكم ولكن قبل كل شيء احترموا عقولكم أولا احترموا عقولكم أولا وبعد ذلك ابحثوا وتأكدوا من الأمر بأنفسكم هذه نفحات محمدية علوية فاطمية حسنية حسينية مهدوية هذه نفحات من فيض الغدير تم الجزء الأول من رسالة هذه ألتقيكم غدا في الجزء الثاني بودي أن أستمر في الحديث فليس هناك من حديث أحلى من حديث الغدير لكن وقت الحلقة صار طويلا اعتذروا عن الإطالة نلتقي غدا نلتقي وأنا أحدثكم حديث النور وحديث الحقيقة كلامهم نور صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله شكراً للمشاهدة